بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع مكونات العقل المسلم نرى أن من مكونات العقل المسلم أنه دائماً يراعي المآلات مآلات الأفعال وهو يسير في الحياة فإنه يحسب حساب الحاضر ويستفيد من التاريخ والماضي ولكنه أيضاً يتصور تصوراً مبدعاً لما يمكن أن يحدث في المستقبل هذا الفعل إذا ما فعلته وبناء على تجربتي الماضية ودراستي التاريخية ومعرفتي بطبائع الأشياء وبطبائع الأشخاص وبطبائع الأحداث وبالتالي فبطبائع الواقع ما الذي سوف يترتب على ما الذي سينتج من فعل هذا الآن ما الذي سيقول إليه الأمر ومن هنا جاء المآل إذن المستقبل يمكن أن نطلق عليه المآل والحاضر يمكن أن نطلق عليه الحال ولذلك مراعاة المآل وإدراك واقع الحال كلاهما من مكونات العقل المسلم العقل المسلم إذن يسير بعد دراسة وعلم ولذلك يعتقد المسلمون أنهم يهتمون بالعلم جدا وأن العلم عندهم ليس قاصرا على العلم التجريبي ولا على العلم النقلي ولا على العلم الحسي ولا على العلم العقلي بل إنه يشمل ذلك كله فتراهم يهتمون اهتماما بليغا بالعلم هم يريدون أن يعرفوا الشيء على ما هو عليه ومن أجل ذلك رأينا المسلمين عبر القرون وهم يسجلون التاريخ يسجلون التاريخ في أشخاصه وفي أحداثه ويسجلون التاريخ في أحواله أيضا نراهم قد ألفوا في علم الرجال ونراهم قد ألفوا في الدول المتتالية والسلطان ونراهم قد ألفوا في تاريخ العمران ونراهم قد ألفوا في تاريخ الأفكار والفرق والملل والنحل والمذاهب والأديان نراهم قد ألفوا في كل ذلك لأنهم يهتمون اهتماما بليغا بما سبق وما مضى ولكن من أجل أن يستنبطوا منه العبرة وأن يستخلصوا منه الهداية قال تعالى في شأن الأنبياء السابقين وقد كان في قصصهم عبرة وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أمرنا ربنا سبحانه وتعالى إذن أن نعي الماضي والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان وهو يحكي لنا من حكم آل داود أنه كان منها أن يكون المؤمن عالما بزمانه مدركا لشانه العلم بالزمان يعني العلم بشخص ذلك الزمان العلم بعلاقات ذلك الزمان العلم بأحداث ذلك الزمان بفهم لما يحدث على الساحة العالمية ثم بعد ذلك ينبغي أن يدرك حقيقة نفسه هل هو في حالة قوة هل هو في حالة ضعف هل صورته صورة طيبة في العالمين أو أنها مشوهة ما أسباب هذا التشويه أين هو الآن في المشاركة العالمية في الحضارة العالمية وعندما يفعل فعلا أو يختار اختيارا أو يتبع منهجا فإنه يراعي ما الذي سيكون في المستقبل إذن مراعاة المآل التي تكلم عنها الفقهاء وجعلوها ضابطا من ضوابط الفتوى وجعلوها تتحكم في الفقيه عندما يعطي أحكامه وربطوها بما يسمى بسد الذريعة هذه دراسات يمكن أن تلحق ويمكن أن تستفيد أيضا بدراسات المستقبل هناك دراسات الآن تسمى دراسات المستقبل ودراسات المستقبل ينبغي أن تبنى على حقائق بعضها حقائق إحصائية وبعضها دراسات تاريخية وبعضها أهداف وخطط إدارية يجب علينا أن نضعها من أجل أن نصل إليها لم تعد المآلات في دراسات المستقبل تنبؤا بما سيحدث بل أصبحت أيضا تحكما فيما سيحدث وأصبحت أيضا نريد من دراسات المستقبل أن نغير الواقع وليس أن نصف الواقع فقط ولكن فكرة الاهتمام بالمآلات وأن نضعها في تفكيرنا وفي اهتمامنا فهي أمر فقهي اهتم به المالكية جدا في كتبهم وفي كلامهم على الفقه واهتم به الأصوديون جدا في قضية مراعاة المآلات عندما يفكر الفقه فإنه يفكر في استنباط حكم شرعي هذا الحكم الشرعي يصف فعلا بشرية الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو بالتخيير طلب سواء أكان طلب فعل أو طلب ترك سواء أكان جازما أو غير جازم فهذه أربعة أحكام ثم التخيير يأتي الحكم الخامس وهو الإباحة خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين فعل المكلف الصلاة الصيام السرقة الزواج البيع أي فعل من أفعال المكلف ثم نصفه بأن هذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباحة عندما يأتي الفقيف أول ما يفعل من أجل أن يعلم ويستنبط الحكم الشرعي ليصف به فعلا بشريا هو أن يذهب إلى المصادر من الكتاب والسنة من أجل أن يلتمس فيها ومنها حكم ثم بعد ذلك بعدما توصل إلى الحكم فإنه يفكر ما الذي سيقول إليه تنفيذ ذلك الحكم في الغاقع فإذا رأى أنه سيصل به إلى مفسدة وإلى أنه يكر على الشريعة بالبطلان فحينئذ يعلم أنه قد أخطأ وحينئذ يعلم أن شيئا ما من استنباطه يجب أن يتغير وحينئذ يغير طريقة تفكيره من أجل أن يصل لتحقيق المصالح من ناحية ومراعاة المقاصد من ناحية أخرى ومراعاة المآلات من ناحية ثالثة حتى لا نرى أن الدين يهدم نفسه مثال ذلك الذي حدث في قضية الزكاة تكلم الفقهاء القدماء على أن الزكاة شرعها الله لغرض ومراد إغناء الفقير من أجل أن يتم ما يمكن أن نسميه بالتكافل الاجتماعي نأخذ من أموال الأغنياء فنرده على الفقراء من أجل أن يخرج الفقير من دينه وأن يستوفي حاجته وأن يقوم بضرورياته هو ومن يعول من عائلة وأسرة وأبناء وزوجة إلى آخرين إذن الزكاة مؤداها أن نغني الفقير قالوا إن إذن إغناء الفقير كان المتبادل بين الناس الذهب والفضة فجاء وقت وانعدم الذهب والفضة بين الناس إذا قرأنا الكلام القديم وربطنا بين الزكاة وبين الذهبية هذا الربط الذي قد يكون صحيحا في بعض الأعصر حيث إن الذي كان يمتلك الذهب والفضة كان يمتلك الغنى والذي لا يمتلك الذهب والفضة لا يمتلك الغنى وهو معرض في أي وقت للأزمات الاقتصادية وللفقر ولذلك خاطبنا من امتلك الذهب والفضة لما لم يعد الذهب والفضة هو وسيط التبادل بين الناس حيث كان الذهب في صورة الدينار الذي يضرب في الهوم والفضة في صورة الضرهم التي تضرب في فارس هي التي يتداولها البشر على وجه الأرض ولذلك عندما يقول الإمام الشافعي والشافعية من بعده أن الزكاة قد تعلقت بالنقدين وأنه إذا لم يكن في ملك الإنسان نقود فلا زكاة عليه لا يصلح هذا أن نطبقه في الورق البنكينوت الذي انفصل من الذهب والفض لأن الفقيه الشافعي إذا فكر وقال الآن لم يعد هناك ذهب وفض إذن فلم تعد هناك زكاة فمعنى هذا أن كل معاملات أهل الأرض باطلة كل شركات أهل الأرض باطلة وليس هناك زكاة لأن الشركة عند الشافعية لازم فيها من الذهب والفضة ولأن الزكاة لابد فيها أن يكون مالك للزهب والفضة هذا الكلام لو قاله الفقي في ذهنه وقبل أن يخرج به إلى الناس ينبغي عليه أن يسأل فأين الفقير في هذه المنظومة؟ ضاع الفقير وأين مقصد الشرع من حفظ النفس ومن حفظ المال ومن حفظ كرامة الإنسان؟ ضاع كل ذلك وأين المآل؟ المآل أن ركن الزكاة سوف يزول ولم يعد هناك زكاة على وجه الأرض لا يستطيع أن يخرج إلى الناس بهذا الرأي الفج القبيح الذي أهر الزكاة فماذا يفعل؟ يربط الزكاة بالمالية وليس بالنقدية يقول علة الزكاة ليست هي النقد كما نص عليها الإمام الشافعي ومن بعده من العلماء الشافعي وغيره ولكن هنا لابد الفقي أن يقول الزكاة تعلقت بالمالية والبنكنوت هذا مال قطعا ولذلك لابد علينا أن نخرج الزكاة ولابد علينا أن نغني الفقير وأن نقوم بحاجته وأن نسدد ديونه وأن نعالجه وأن يتم التكافل الاجتماعي كما أراد الله سبحانه وتعالى كل ذلك استلزم منه أن يفكر من أجل المآل ومراعاة المآل فيرجع من تلك العلة البسيطة التي كانت في زمن ما لا تؤثر في الحكم ولم يحدث فيها هذه المشكلة ويغيرها ويقول الزكاة لم تتعلق بالنقدين ولكن تعلقت بالمال ولأن الله سبحانه وتعالى لما يتعلق الأمر والغنى بالمال فإنه ما زال معمولا به وما زال نطلب من الأغنياء ما دام قادرين وما دام هناك تجزئة للدفع فإنه نطلب من الأغنياء أن يؤدوا الزكاة ولو من البنكنود قطعا ورفنا من أركان الإسلام للفقراء مراعاة المآل مكون من مكونات العقل المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته